السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه واسلام السليم هناك بعض الناس تشارك يعني القرآن يذكر أي شيء القرآن فيه كل شيء المستقبل والماضي وكيف سنعيش وكيف ستكون حياتنا في الدنيا وفي الآخرة وفي الماضي والآن في كل شيء يعني لا هرب من القرآن يعني كلام الله ودستوره المؤمن والمسلم قبل أن ترسل فيديوهات فضائح شخصا ما عبر الواتساب خصوصا عبر الواتساب أو موسيقى أغاني أو أفلام كل هذه تدعو إلى الله عن ذكر الله مثلا تشارك أغنية مع شخص أنت شاركتها مع فرد من أفراد العائلة فتلك الأغنية سيشارك هذلك الشخص مع عشرة وعشرة سيشاركها مع عشرة أخرين يعني أنت ستشارك فيديو أو موسيقى مع شخص سيرونها عن طرفك أنت الذي نشرت الفيديو أو موسيقى سيراها مئة ألف تخيل ما أو خمسون ألف فضيحة فولان مثلا شخص متدين فعل فضيحة لأن كل إنسان خطأ ممكن إنسان يخطأ في حياته العيب ليس في الخطأ العيب الاستمرار في الخطأ فإنسان يخطأ فيجي عجبا إنسانا بلحيته أو إمرأة متحجبة فعلت خاطئة فعلت فاحشة فينتشر بين الناس كالنار ينتشر من ينشره أنت وأنا والآخر يعني نشاركه عبر الواتساب تشارك فيديو مع هذا وهذا يشاركه مع مئة ألف وهذه فضيحة إذا وصلتك فضيحة فستوري الفضيحة لا تنشرها فأنت ستحاسب عليها وإذا وصلك مقطع غنائي فلا تنشره لأحد فأنت ستحاسب عليه وإذا وصلك مسلسل أو فيلم أو أي شيء يلهي الناس عن ذكر الله أي شيء لا يستفيد الناس به بذكر الله والقرآن ويحط على الآخرة ويحط على الاستيقامة مع الله فلا تنشره ستأخذ به الإتم والعكس صحيح من ينشر فيديوهات الذكر والقرآن مثلا أنت تنشر ذكر أو قرآن أو آية أو الهداية إلى الله الهداية إلى الله فيراوها مئة آل فأنت تأخذ الأجر وممكن أن تأخذ السيعة إذا نشرت الأشياء فضائح الناس هناك من يشر فضائح الناس هناك من يبحث عن فضائح الناس ينشرها فالآية واضحة الآية واضحة سترونها في الشاشة قبل أن ترسل أفلام أو أغاني أو صور تذكر ماذا يقول الله في القرآن كل شيء موجود في القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وليحملنا أتقالهم وأتقال مع أتقالهم وأتقالهم وليسألنا يوم القيمة يعني أتقال الناس أنت تحمل أتقالك وأتقال الناس فهمت يوم القيمة عما كانوا يفطارون حتى الذي يكذب على الرسول وانشر أكاديب يعني مثلاً أو مثلاً ينشر معلومات خاطئة أو إذا كان بدون قصد فالله غفو رحمه أو بدك وإذا كان بقصد فهو سيحاسب على هذا لأنه ينشر مثلاً من ينشر الأغاني يجلب الناس إلى الضالة من ينشر إلى الأفلام من ينشر إلى الملاهي لا يقول إلى الناس اذهبوا إلى الطريق الصح أنا كل أحد سألني أسأله أول شيء أسأله أول شيء هل تذكر الله هل تصلي هل تقرأ القرآن يقول لك لا فأقول أنت لا تسوي شيء يجب أن تذكر الله وأن تصلي وأن تقرأ القرآن فقط هذا ما أنصح به كل من سألني أنصحه بالذكر والقرآن والصلاة هناك من يدخل عندي ويقول أكشف لي الكشف على الزهري أقول أنا لا أكشف من يكشف الله سبحانه وتعالى أنا أقول أذكر الله واستقيم واستقم هناك من يقول ليس عندي قبول ليس عندك قبول أنك أنت ليس متقربين الله يجب أن تذكر الله يجب أن تقرأ القرآن يجب أن تقرأ آية الكرسي يقرأ آية الكرسي عبار الله إدارة القبول صلي بآية الكرسي وصورة الضحى صلي بآية الكرسي وصورة الضحى يكون عندك قبول بإذن الله قبل أن تنشر فضائح الناس يجب أن تتذكر أو تنشر أغاني أو تنشر ملاهي فهناك عدد من الأشخاص سيروا ماذا نشرت أنت وأنت ستحاسب لأنك نشرت الأشياء التي تضر بالعقل ولا يستفيد منها المخلوقات الله سبحانه وتعالى كل شيء واتمنكم الخير وإلى اللقاء